إلا إذا توفرت القناعة بوصول الأسلحة إلا من وصفهم بالمعارضين الشرعيين كما ذكر أنه يجب أن تكون فرنسا واثقة من أن هذه الأسلحة لن تصل إلى أيدي الإرهابيين في مقابلة أجرها الرئيس الفرنسي فرنسا هولوند أكد أنه لا يمكن تصدير الأسلحة إلى سوريا بعد إنهاء الحض الأوروبي المفروض على إرسال أسلحة إلى سوريا في ماي المقبل كما أوضح أنه في الوقت الحالي لا يمكن تدعم المعارضة بالأسلحة ظلم أن باريس غير واثقة تماما من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع هذا وأكد تماسك بلاده بعدم إرسال أسلحة إلى مقاتل المعارضة السورية ما لم يكن من المؤكد قطعيا أنها لن تصل إلى من وصفها بالجماعات الإرهابية من جانبه دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي موسكو إلى أن تكون أكثر إيجابية في تعاملها مع المالف السوري وفي تفسيره للضمانات بشأن التسليح في سوريا لم ينسى هولوند أن يشير إلى أنه منذ اندلاع النزاع قبل عامين فقط نحو ألف مئة قتيل في سوريا في ضل حرب أهلية بين النظامين هذا وأكد رغم ذلك أنه لا يمكن ترك الشعب يطبح من دون حرار وأوضح أن المعارضة السورية انقسمت على نفسها بعض الشيء في الأيام الأخيرة في إشارة إلى إعلان رئيس لأتيلا في السوري معارض أحمد وعاد الخاطيب استقالته ترجمة نانسي قنقر